السلام عليكم و احبابكم انا منتصر و انتم على قناة اوبتيمو قاسروار اليوم نتقاسم معكم طريقة كيف كان عمله احنا الرزيزات القاضية هذه نعملها نصف زراع و نصفينو 50% و 50% جوشكي سند الزراع و جوشكي سند الفينو و كاسو نصف الماء مع القادة الملح و مع القادة السكر و لكن الماء الثاني لا نكمل حتى نعرف كيف سوف يدخل حسب النوع الدقيقة التي لدينا المهم ان تكون العجينة احضر في رأسها نعملها و ارتعها 1-5 ساعة و بعد 4 كيلو من المارغارين سوف نصف به طورقة العجينة بشكل غير خفيف غير طورقة خفيفة سوف نصف العجينة المارغارين مستطيل نصف بكية 4 كيلو و بعد ذلك سوف نطلقها في العجين سوف نطلقها في العجين سوف نطلقها في العجين تسمى هذه دورة و نصف سوف نعملها هذه سوف تقسم على ثلثة من جهة و ثلثة من جهة و بعد ذلك سوف نطلقها في الكتاب بسطلات حينما عملية تورخ تمت سوف نصف سوف نطلقها في البراء و شيشة و البراء في البراء في السنة لا يوجد سوف نطلقها في البراء لكي يجبون البرزيزات قد بعضها نقسمها على 6 نقسم رزيزات صغيرة ونقسمها على 2 إذا أعطينا 12 رزيزات صغيرة نقسم الآن لدينا المكينة سباقيت نعملها لأنه يجب أن يكون غلط لا يمكن أن يكون غلط يجب أن يكون غلط بعد أن يكون غلط نقسمها على سباقيت سوف نطلقها سباقيت سوف تشد الأجينة وضعها بالزبدة والزيت وضعها بكل سهولة بكل سهولة هذه نفس العملية تتكرر و بكل سهولة سوف تصبح بكل سهولة بكل سهولة إذن العملية سوف تتم ورغم أنك تشوف السرعة سوف نقوم بعمل تجربة من المؤمنين من المؤمنين سوف يقوم بالكوتر لا يمكن أن يكون من المؤمنين من المؤمنين بكل سهولة من المؤمنين لأن المؤمنين يتركوا من المؤمنين من المؤمنين ونقرصهم ونطيبهم ونطيبهم يعني ونطيبهم من المؤمنين من المؤمنين هذه الخيطة الأرقيق والشيش يعني كي يضب كما نقول إحنا هذه الأخرية كيف كتشوفه يعني يعني انتهي الخيطة ليس أرقيق في حال أخرى أتبرت الله عليكم رمضان كريم وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات أخرى